صباح الخير ميس صباح نور كيف حالك؟ نيحا أنت تمام الحمد لله أهلا وسهلا ميس اليوم بدنا نحكي عن وابسايتنا الجديد وابسايت رؤية اللي أطلقنا براس السنة أطلقنا النسخة التجربية للموقع اللي هو رؤية.tv ونحن برؤية من منطلق شعار تبعنا الجديد اللي هو منكم وإليكم حبين أنه نعرض هذا الموقع قدام قدام الناس المشاهديين حتى يحكو لنا شو أراءهم وشو ملاحظاتهم على الموقع وإيش ممكن نطور فيه يعني نزيد فيه شغلات من الأفكار تاعتهم ونزيدوا على هذا الموقع أكيد عجلنا نوضح أنه كيف بيقدر يشوفوا فقراتنا كيف طريقة التعامل مع هذا الوابسايت أنا أولي شي بدي أحكي لك أعطيك العافية لأنه أنا قبل يومين شاكتا وكثير عجبني صراحة الله يعافيكي تسلم طيب يلا نبلش فيه نبلش فيه لأنه نحن مثل ما حكينا يعني السنة الماضية كنا كثير مركزين على السوشيال ميديا يعني أول سنة لرؤية كان كل السجمينتز تعوننا كل الفقرات كل الاستضافات كون موجودة على الفيسبوك وتويتر وتويتر واليوتيوب هاي المواقع وبرضو الوابسايت تبعنا الجديد هو كثير بيعتمد على السوشيال ميديا يعني هو سوشيال ميديا بلغنز ويبسايت يعني كله كله التشبيكات أو تطبيقات من المواقع التواصل الاجتماعي موجودة على موقعنا يعني عن طريق هذا الوابسايت أو الموقع الإلكتروني اللي عملته منقدر نفوت منه على مواقع التواصل الاجتماعي هلا هو يعرض لك شغلات من مواقع التواصل الاجتماعي يعني الفيديو بس يعرضه الموقع يعرضه من اليوتيوب الفيديو من اليوتيوب الكومنت من الفيسبوك يعني لما تعملي كومنت بالموقع بطلع على الفيسبوك على البروفيل تبعك يعني اليوزر بس يكون بعمل كومنتينج على وابسايت رؤية وعمل لوغان على فيسبوك تبعه بقدر ديركتلي يحط البوست على على البروفيل هلا إحنا في قدامنا هاي السورة إبراهيم أنا شايف الدنيا يا دنيا شايف ريل بوت شايف أكتر من إشي هلأ أنا بدي أشوف إشي مثلاً من خليني نقول نوكت شوارع إيش بسوي من نوكت شوارع هلأ بتروح على كاتيجوري اللي هي كوميدي اللي زيها اللي هي كوميدي كيف بعرف من بث بياخة من بث بياخة هلأ الموقع بعتمد كتير على الصورة والكلام البسيط الصورة والفيديو الصورة هي اللي بدلك شو الفيديو اللي رايحة تحضريه أو الكونتنت اللي بدك شوفيه فعني لو رحنا على كوميدي أوكي هذا نسيت اسمه إش هو إذا رحنا على كوميدي بس يمكن الاترنت شو بطيئ طيب هلأ إحنا عشان تعرف انتبهت على شخص خلينا نروع على دنيا يا دنيا مثلاً إذا دخلنا من الهوم بيج على دنيا يا دنيا بيعطيك كل الكاتيجوريز اللي بنناقشها بدنيا يا دنيا يعني بيعطيك الصحة التغذية الطب والجمال الموضة والجمال الطب والصحة الفنون المختلفة الحمل والطفول المبكرة كمان بقدر اعرف من الصورة تقدر اعرف التجميل حلو حرف اليدوية حلو يعني اكتر من هاي السوشال ميديا نحن اه ما المطبخ؟ المطبخ عاملن له كاتيجوري خصوصي هاي اللي الكوميدي خصوصي على الهوم بيج لانه المطبخ في عليه عليه نسبة مشاهدات كبيرة اه المطبخ لحاله عنه عاملنا كاتيجورية خصوصية بالضبط حلأ ازدخلنا من كوميدي بيعطيك ايش البرامج الكوميدي اللي بتعرضها رؤيا كتشوارع بتلاقي انا بحكي لك القصة اللي كانت برمضان بس باياخه فيديوهات هاي هوليوود ان جوردن اللي عملناها خصوصي للانلين اللي هي فيديو محمد لحام بيقلد افلام عالمية من هوليوود بيقلدها بطريقة اردنية وهون كانت جوردينيان ترانسبورتر يعني قلد فيلم ترانسبورتر بطريقة اردنية هاي كمعن فيديوهات اللي بحب يطلع عليهم هلأ كل الحلقات موجودة هون بمجرد هم خلينا نجرب ندخل جوهة هلأ لو دخلنا على بث باياخه مثلا بس بدنا نعطي شوية وقت اللوذينغ اوكي نرجع هاي هي صفحة رأسية هون انا متوصفية هون على الطبخ هلأ زي ما حكينا الوابسايت باعتمد على ثمبنيلز اللي هي الصور اللي بدلك على الفيديو بيعطيك من الصورة بيعطيك 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 حبينا ان نعرضها للمشاهدين حتى يعطونا اراءهم وافكارهم ايش ممكن ان نطور يعني خلال مرحلة التطوير والديفلوكمنت نأخذ افكار حتى نزيدها بالمهمات اللي يعني ومهم انا بحث كمان بالمواقع الالكتروني تبعه رؤية بالتحديد انه يكون سهل انه مثلا فيه ناس بدهم على طول يشوفوا مثلا هاي الفقرة فقرة التغذية معينة مثلا مع رزان اوروبا بهذا الموضوع فكتير سهل ان الواحد يقدر يفوت من خلال هذا الموقع براهيم طبعا هلا لانه كله كاتيجوري زي ما قلتلك ما عم نعتمد على اسم برنامج عم نعتمد على الكاتيجوري الجو البرنامج يعني نحن هلا بفقرة اسمها السوشال ميديا او الإعلام مجتمعي بيكون فيه فقرة تغذية وفيه فقرة ابراز وفيه فقرة رياضة الصبح وفيه يعني اكتر من سيجمنتس عندنا بالبرنامج هاي الفقرات بتكون موزعة جوه دنيا دنيا يعني هو بدخل من دنيا دنيا زي ما حكينا بيشوف ايش الفقرات اللي بنناقشها جوه طبعا هاي مش مكتملة لسه يعني عم نزيدهم بيشوف ايش الفقرات الموجودة بدنيا دنيا وبتطلع عليهم هلأ فيه شغلة كمان انه يعني اهتمامنا بالسوشال ميديا كبير والبيجز تتعون السوشال ميديا عندنا كتر يعني زي ما بتعرفي عندنا تسع صفحات على الفيسبوك وسبع حسابات على تويتر يعني كل برنامج له حسابه وإله أصصه هلأ بدنيا يا دنيا بس تدخل يب يعطيك الفيسبوك بيج تبع دنيا دنيا مشان تعمليلي لايك من هون وبرضو فيها لايك فيد من البيج اللي بيعطيك هون وبرضو في تويتر هون أكاونت تويتر عنا عشل برضو الأبديتس اللي بتصير على أكاونت تويتر بتطلع على بيج دنيا دنيا وهيك على كل البجز يعني لو رحنا على كوميدي رجعنا بكون الكوميدي بيعطينا فيها الفيسبوك بيج تبعها والتويتر أكاونت تبعها والأبديتس اللي عم بتصير بالبيج أول بأول هلأ لو جينا مثلا هون رجعنا على بث بياخة هون بيعطيك كل الحلقات تبعته وبتقدر يتنزلي وتطلع يتشوفي الحلقات الأديمة الحلقات الجديدة حسب ترتيبها يعني هلأ بس متل ما بتعرفون نبث بياخة يعني كان برمضان فما في حلقات جديدة هون كل السيزن اللي نعرض على رؤية حلو لو كبسنا على الفيديو بيطلع بوبوب هلأ نرجع لها هلأ نرجع لها هلأ زي ما حكينا هون بدنيا دنيا برضو في شغلة كتير مهمة حطناها هلأ هلأ وقت الطاقس يعني دائما الناس تهتم بالطاقس تهتم تعرف ايش درجة الحرارة هون حطينا بانر للدرجة الحرارة بالضبط هاي بتكون live feed تبعها من موقع طاقس الأردن اللي هو مسؤول عنه محمد الشاكر بقدم عنا النسرة الجوية هاي البانر عم بيعطي انه ايش درجات الحرارة بعمان بالأردن بمختلف المحافظات والصبح بالليل يعني الupdates تبعها حلو يعني انا لما افتح على وابسايت رؤيا درجة الحرارة تطلع عندي هي اللي هلأ اللي موجودة هلأ وبيحكي لك امتى بالليل وامتى كذا طيب هلأ خلال يومين ان شاء الله هنطلع paisel weather paisel weather حيكون فيها ماب لأردن خريطة الأردن فيها كل المحافظات الأردنية وكل محافظة بس تيجي على الماوس بطلع لك ايش المحافظة هاي قدي حتكون درجة الحرارة الليلة وقدي كانت تنبارح وبيعطيكي كل الديتيلز وبرضو بهاي البيز حتكون النشر الزوية اليومية اللي عم تطلع على رؤيا وحيكون فيه خمس ايام لقدام ايش درجة الحرارة المتوقعة وبرضو صغير تكست نص صغير فيه ايش كاتبه محمد الشاكر بيكون ايش درجة الحرارة المتوقعة درجة الحرارة طيب انا شايفي كمان هون بالموقع الالكتروني لرؤيا مكتوب هون البث المباشر اللي بتيشوفه عن طريق اللي بحضر رؤيا عن طريق عن طريق اللايف ستريم نحن عملنا برده مشان اهتمامنا كبير على السوشال ميديا مثل ما بتعرفي البث المباشر من الفيسبوك يعني بيقدر الواحد يحضر رؤيا عن طريق الفيسبوك فبس تعمل لود الفيسبوك بس هو عشان نموضح انه منحط اذا كبسنا على البث المباشر وين منجوح فيه بياخذك على صفحة اليو ستريم على الفيسبوك بس تعملها لود هلا منعرضها واي اشي هلا عم بينعرض على رؤيا بيكون لايف موجود على هذا اذا اقول على اللايف ستريم هلا بالكليك تبعت اللايف ستريم حطناها بكل الصفحات حتى يقدر الواحد يوصل لبرامج رؤيا الحالية يعني ايش عم بنا عرض على رؤيا هلا بسهولة يعني انه بس ببكليك ممكن يوصل لللي عم بنا عرض على رؤيا طيب وزي ما قلت انه مثلا فقرة من فقرات دنيا يا دنيا انا بدي احضرها بس مجرد اني اكبس عليها بياخذني على الفيسبوك ولا على اليوتيوب لا بياخذك على الوابسايت من نفس الوابسايت بالضبط بيعرض لك كل الفيديو بهاي الكاتيجوري يعني اذا رحتي على تغذية زي ما قلت لك بيعرض لك كل فقرات التغذية اللي موجودة عنا من خصائيات التغذية رزان شويحات او روبا مشربش او مين ما كان بيجي عنا بيكون كل فقراتها موجودة هون اليوستريم لسه ما فتحت افرجيكم اللويبستريم في زي ما قلت لك كلها و الفيسبوك كلها موجودة نحنا حطين هون كمان بأسفل بأسفل الموقع حطين انه بيتا فيرزين ونسخة تجريبية مشان الناس تكون عارفة انه هاي نسخة تجريبية وحبين نعرضها زي ما قلت لك نعرضها للمتابعين تعاوننا من هاي المرحلة حتى يعطونا افكارهم اراءهم وبرضو مندعوهم انه الافكار واراءها عبر السوشال ميديا يعني على الفيسبوك اللي هي فيسبوك.com كمان انتبهت لألوان رؤيا لانه صار هلأ ثمن شعارات لرؤيا فيمكن على الكوميدي صار لون على كل محل يعني على كل محل يعني على كل محل تبعه هلأ هذا لون اليوث اللي هو السبابي هذا اللايف ستايل اللي هو فيه دنيا دنيا لو رحنا على افنتس بطلع لك هون المناسبات يعني بطلع لك لوجو المناسبات يعني على حسب الكاتجوري ممكن كمان نعرض للنيوز الأخبار ايه اللي هي البرامج اللي بتهتم بالشأن المحلي اهه فيها بتلاقوا نبض البلد نقطة نظام مثل الوردنية الصحافة اللي هي موجودة هون على هذه الصورة رؤيا الإخبارية هلأ هلأ يمكن الناس أولها يكونوا فيه صعوبة باستخدام موقع او لسه مش فاهمين الفكرة تبعته انه بس تيجي على يعني بتيج على البيج بتشوفي صور بس هلأ هي بس يحرك الماوس هيطلع له ايش الكاتجوري تبعت الصورة هاي انه ايش هيحضر بهذه هاي هلأ على فكرة انتبهت عليها لانه مبارح لما فتحت ما كنت منتبهى انه عم بيطلع ايش هي الكاتجوري المعينة نحسنها بالفيس تو يعني بالمرحلة الثانية نحسن شكلها اكتر انه بيكبر البلوك يعني هم اعتمد على بلوك انه كل مربعات الموقع بيكبر البلوك اكتر بيطلع دسكربشن فيه هون وحيطلع تايتل يعني هذا بالمستقبل القريب حنطلعها هلأ لو رجعنا لسكشن للنيوز بيلاقي هون برنامج نبض البلد بيلاقي هون دونيا الصحافة هون متابعات الخدمية يعني اكتر من هون الاقتصاد اليوم مثل ما قلتي ميس برضو هون لوجو رؤيا بقلب تبع النيوز اللي هو الازرق هون الفيسبوك دوت كوم سلاش رؤيا نيوز هون تويتر اكاون تبع النيوز برضو يعني كل معتمدين فيها على السوشيال ميديو وانا مجرد ما بدي مثلا نبض البلد بكبس عليه بيطلع لك الحلقات كل حلقات الاخبار تاعد دونيا الصحافة بقدر افوت واشوف ايش صار في اخبار صباحية شوف الاستضافات الاخبار هاي الوصص زي ما قلتلك هايها بس هون طريقة تعرض الفيديو بس انا حابب افرجي الكومنتس هاي اللايف ستريم اللي حكايتي عنها بس على هذا الكبس اللي هي البث المباشر هياخده على الفيسبوك بيج تبعت رؤيا المين بيج فيها هون على شمال يو ستريم لايف هاي يو ستريم لايف تفتح لك لايف ستريم بالوندو هذا بيقدر يحضر برامز رؤية اللي عم بنعرض هلأ على رؤية بيحضروا لايف على الفيسبوك بدي افرجي بس طريقة يتعرض الفيديو لو رحنا على نبض البلد طب عندي سؤال اللايف ستريم او البث المباشر هلأ اذا انا بدي احطره و بدي اعلق عليه بقدر اعلق عليه بقدر اعلق عليه تحت الفيديو اللايف ستريم بيكون محتوط تحت ايش الكمنس اللي الناس كانوا يحكوها ايش اللي كانوا يشاركوا فيها فهلأ برضه في شغلة اللي هي من جديد اننا نحن نركز كثير بالاونلاين كثيرا نركز على الانترنت برؤية فهي تركيز كبير عنا بالانترنت وبهاي القصص يعني برضه رؤية اصارت معروفة انه مش بس على الشاشة موجود على الانترنت بقوة فعم نعمل تغطيات من جديد اللي هي رؤية لايف افنت اللي عم بتكون هلأ عم نعلها لايف على لايف ستريم تبعنا بالفيسبوك او بالانترنت عاليات مثل ايش يعني لو فيه كونسرت فيه حفلة فيه ترانيم مثلا وقت الكريسمس نقلنا اكتر من شغلة يعني شغلات نعملها بث مباشر طيب حلو ندعو المشاهدين انه ايش في عندهم افنت بيحبوا انه نغطي لهم اياها وننقلها مباشر على الانترنت بس 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 طيب رهيب يعني انه يحكو لنا على الفيسبوك ايش الشغلات اللي بيحب ان نغطي لهم اياها عن طريق الفيسبوك ونحنا من نغطي لهم اياها نبض البلد مش كل الفقرات موجودة بنبض البلد او مش كل البرامج اللي انعرضت بنبض البلد موجودة على الوابسايت هلا هو يمكن مش عارف يوصلهم هو مش كل الفقرات نحنا بنزلها حتى دنيا دنيا بنحاول تسعين بالمئة من اللي موجود ننزله عرفتي بس لانه الضغط الكبير اللي بيكون يعني عدد الفيديوز اليومية انت عم بتبثي 24 ساعة هوا فيها تقلب ناس ووجوه اكتر من فقرة واكتر من شغلة فبنحاول انه قد ما نقدر ننزل بس مرات بفلت منا شغلة بس دائما نحن ندعو الناس برضو عن طريق الفيسبوك اذا انسينا شغلة انه يحكو لنا هي مثلا الفقرة الاستضافي هاي انه تنزلوا دائما انا لما اشيك صفحة الفيسبوك لرؤيا شوف الناس انه ما نزلتوا هاي فاي حدا عنده طلب انه مثلا ممكن تكونوا ناسين فقرة وفقرة ما نزلتوها على طولهم مجرد ما يطلبوا انتوا بزرط دوري من نزلها بس هو انا في شغلة اخيرة بدنا نعرض الفيديو بس عبل ما يفتح اه طيب اوكي هاي فتح الفيديو هلأ هذا فيديو ايش شو هذا استضافة الامير حسان بنقض البلد شكل الكومنت مش راضية تفتح من السرعة اه مش مشكلة عادي هاي مشكلة عنا بالاردن لسرعة الانترنت بتبع مش مشكلة طيب هلأ هي الشغلة انه الكومنت بس يحط الواحد على الموقع الرؤية حيطلع على بروفايله على الفيسبوك او الاكاونت تبعه على تويتر يعني هو بختار انه بدي الكومنت يطلع على تويتر او يطلع على الفيسبوك او يطلع على يعني السوشال ميديا اللي عم بستعملها اللي عم بستعمله فبطلع صورة صغيرة من الفيديو وبطلع تايتل الفيديو واشهو الفيديو يعني بريف صغير عن هذا طيب ابراهيم حسيت انه ردة الفعل من الناس يعني اديه هو تقريبا الى انت مطلق هذا الواب سايت الموقع الى يومين بس زي ما قلتلك نسخة تزريبية ما يعني ما حكينا عنه نحن نبارح بالليل اعلن على الفيسبوك عن الموقع يعني اللي كانوا يشوفوهم الزوار المتابعين دايما بس هلأ بدنا نكبر الفئة يعني وننشر الموقع اكتر حتى الناس يعطونا اراءهم بالزبط يعني زي ما قلت اي حدا هلأ اذا عم بيحضرنا يبعتوا على الفيسبوك او على تويتر او اي موقع من مواقع التباصل الاجتماعي على رؤيا عشان يقولوا لنا اش رأيهم ايش الصعوبات اللي عم بيواجهها بهذا الموقع ما اظن فيه صعوبات انا اجربها لا ممكن يكون بطيء سريعي نهي بالاخر لا بس هي طريقة الوصول للفقرات انا بحث هي اهم اشي اهم اشي يعني احنا ما عبدنا الكل يعطينا رأيه بالموقع والكل يحكي لنا شو ايش الشغلات ممكن ننضيفها حتى نثري الموقع بفقرات اكتر وبيني ايش بسموها ايش بسموها يعني تطبيقات اكتر لشو اسمه تطبيقات اكتر للمشاهد على الموقع حتى نطور الموقع اكتر 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 اكيد طبعا نحنا عم نشوف اللينكت ستاعون الفيسبوك ستاعوننا الاكاونت ستاعوننا على هذا عم نشوفه مع الشاشة طبعا طيب اذا هذا هو الفيديو مقابلت سمو الأمير حسان اه هلأ تحت تعليقات لو نعرضها هلأ تحت عشمال اللي هي التعليقات هلأ التعليق هلأ التعليق هلأ مثلا كنا على الفيديو بيجي تحت بك بس على التعليقات للشخص اذا بدي حط كومنت مثلا ممكن نحكي كانت مقابلة رائعة مثلا بيجي تحت بك بس على الفيسبوك و هون فيه تشك بوكس اللي هي بوست في فيسبوك او اذا عندي اكاونت تاني تويتر او بيج على الفيسبوك بدي اعملها بوست على البيج تبعتي او ايش مكان ممكن هون اعمل تشينج و اختار ايش المحل اللي بدي اعمله بس هلأ مثلا بدي اعملها على بروفايلي بحط كومنت بس يخلص لود دغري بتكون طالعة ثمني تبعها على بروفايلي و بيكون تبع الفيديو والتايتل موجود ببروفايلي يعني انه انا بكون شاركته مع اصدقائي بنفس الوقت علقت على الفيديو هذا هاي فاسيليتي يعني من الفيسبوك حطينها هون زي ما انتي شايفة بطلع مين الشخص اللي عمل كومنت و ايش الكومنت تبعه و بطلع دغري على بروفايل تبع الفيسبوك على بروفايل هلأ انا بشوف في بعض الفقرات تنزل على الفيسبوك بنزل على اليوتيوب و فيه فقرات تنزل على اليوتيوب تشعر انه الناس تتابع اكتر ويكون فيه اقبال على فقرات دنيا يا دنيا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب لاIS في الصح reefs لم تكن كلا فآ نحاول ان كل الفقرات تنزل على اليوتيوب وتنزل على اليوتيوب على الفيسبوك نفس الفقرات هي بتكون على اليوتيوب بيكون ايش الشغلة مثلا facebook.com slash dunya dunya اللي هي الفقرات المختصة بدنيا دنيا facebook.com slash ruaya tv بنحط فيها الترويج الاستضافات اللي كتير مهمة اللي يعني بيكون الناس كتير طلبينها على هاي الفيج facebook.com slash ruaya news بنحط اللي هي الفقرات الشأن المحلي يعني برنامج نبد البلد الدنيا الصحافة والاقتصاد اليوم وكل الوصص هاي وسبوتس بنحط الرياضة اللي هي time out extra time يعني حسب الكاتيجوري حسب الاسم بيكون هي متخصصة بالإيش اللي فيه طيب إبراهيم أنا بدي أشكرك بيش تحب الضيفة بس يعني بنا الناس هلأ كلهم يفتحوا الموقع يطلعوا عليه ولو نعرض اللينك تبعه على الشاشة يعني حتى الناس يقدر يوصولوا له بسهولة اللي هو ruya.tv r-o-y-a.tv حتى يوصلوا له بسهولة الناس ويعطونا الكومنس تاعونهم يفتحوا على الفيسبوك ويعطونا التعليقات وإيش فيه تطوير ممكن أن نضيفه إن شاء الله أنا بدي أشكرك أحكي لك يعطيك ألف عافية الله يعافيك تسلامي أنا مقوائل المعجبين بروya.tv هلأ أكتير عاجبني صراحة الموقع إن شاء الله بتطور أكتر وأكتر وزي ما قلت أي حدا عنده أي تعليق شافوا إنه سهل إنهم يفوتوا عليه ويشوفوا أي شيء بدهم إياه إذا ما شافوا سهل برضو ما يبخلوا علينا ويعطونا كل التعليقات والإضافات اللي بيحبوا نضيفها نضيفها على الموقع وأهم إشي إيش رؤية منكم وإليكم وإليكم طيب رهين شكرا إليك شكرا إليك أهلا وسهلا بك منروح على فاصل ورجعين مع فقرة فنية مع ديالة خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر